أخواني أم علي تكلم عن قضية تربوية يعني مو قضية فقهية تقول أنه أنا ابني عمر 15 سنة وما يحب يدرس، ما يحب يقرأ، ما يحب يهتم بالدراسة فسألتها أنه استيعابة شون قلت له ذكي أنا لأن ليش سألت؟ لأن أكو بعض الأولاد هم استيعابهم ضعيف، ما لأخوه لكي حسب تعبيرنا ما يكسب المعلومة بشكل جيد فيتعب ويتململ ودرجاته ضعيفة بين أصدقائه ينظرون للنظرة شوية حسب تعبيرنا النظرة دونية فيحس بأنه هو مو مكان هنا فما يحب الدراسة هتشي أولاد اللي ما عندهم إمكانية ذهنية لن نجبرهم على هذا الأمر خلي يقرأ ويكتب بعدين ودي العمل قد يكون بعض الأولاد هو ذهنة إلى الأمور العملية لأمور الفنية قد يحب يصير كهربائي جيد يصير نجار جيد يصير حاسوب يعمل على الحاسوب بشكل جيد قد يكون هو مهني أكثر مما هو علمي واضح؟ إحنا لازم نفهم أولادنا توجهاتهم شنو؟ الأخت معاني يقول لا ابني هو متفوق ويستوعب ليش ضعيف الآن بالدراسة وليش ما يحبها؟ مقتضى العمر أم علي تسمعيني؟ مقتضى العمر 15 سنة يعني هو الآن في مراهقة شديدة هذه المراهقة والتواصل والعلاقات والأصدقاء والكلام الغلاط والسماع الأخبار السلبية والله أصحاب الشهادات ما يطهم وظيفة يدرس يأخذ شهادة ماكو وظيفة هذه كلها تأثر على اندفاع للدرس تأثر على أنه أنا المن أدرس إذا بدكاتر وما أعدم شغل إذا مهندسين يبيعون طماطة أو إذاك الولد مهندس يبيع شاي ببغداد مثلا هذه قضايا تشوفها يصير عنده نوع من الحسب تعبيرنا الإحباط الإحباط واليأس هذه غلط لازم نفهم بابا أنت أولا هذا ذهنك جيد الله مطيك ذهنية جيدة ثانيا هي سنين كملها وكملها شهور هي شهور كملها وإن شاء الله العطلة تجي وترتاح لابد أن نعين على أن نعطيه شحنة إيجابية وأمل ونبعده عن الأصدقاء السوء أصدقاء السوء جدا 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 مؤثرين في شخصية أولادنا شون نبعدهم بعد ما أدري هاي لازم إحنا شون ندرسها وشون كذا فإبعاد الطفل عن هذه الأجواء السلبية أولا ثانيا عن أصدقاء السوء ثالثا أن نربط بالله سبحانه وتعالى في هج سن أربطوا بالله أربطوا بالغيب أربطوا بالقادر المتعال على حال بالأمور الروحية سماع محاضرة جيدة سماع كلمة لطيفة أخذوا إلى عالم دين أخذوا إلى المراقد المقدسة ها يتأثر كثيرا يا أختي معاني أرجو الله سبحانه وتعالى أن يمر على هالفترة المراهقة وهي حساسة جدا حاول أن تكوني لطيفة معاه ولتقسري قصر ممنوع قصر وضغط وضرب ممنوع جدا في هج شي مستوى من العمر فهو في الواقع يريد يثبت وجوده يثبت شخصيته فالذلك دائما يعاند والأعناد هذه طبيعي في هج شي مرحلة عمرية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر